موسيقى شكرا سامار أهلا بكم من جديد أعلن مدير العمليات في الصليب الأحمر اللبناني جورج كتيني أن الحصيلة شبهة نهائية لضحايا انفجار الرويس بلغت 19 شهيدا و284 جريحا وذلك لغاية الساعة الثالثة صباحا وأضح كتيني أن 25 جريحا فقط لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفيات الضحية في حين غادر الباقون وأكدا أن تفاصيل المفقودين تتابع مع الأجهزة الأمنية ولا معلومات دقيقة حول هذا الموضوع لافتا إلى وجود أشلاء لجثة شخص تعاينها الأجهزة الأمنية ولا يعرف ما إذا كانت تعود لمن نفذ التفجير وزير الداخلية مروان شاربل إذن أكد أن الأدلة الجنائية تجمع صور الكاميرات الموجودة في المنطقة وهناك فرضية أو أرجحية أولية بوجود انتحاري نظرا لوجود السيارة في منتصف الطريق وأوضح شاربل أن لا موقفنا حتى الساعة داعيا إلى انتظار التحقيقات وفي حديث إذاعي أشار شاربل إلى أننا نتخوف من الفتنة المذهبية معلنان أنه سيطرح على اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليوم وضع خطط أمنية للضاحية ندد مجلس الأمن الدولي بشدة بالاعتداء الدموي الذي وقع أمس الخميس في الضحية الجنوبية ودع اللبنانيين إلى الامتناع عن الانخراط في الأزمة السورية وفي بيان صدر بالإجماع أشار أعضاء مجلس الأمن إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن الاعتداء الذي وصفوه بأنه عمل شنيع وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن يدعون جميع اللبنانيين إلى المحافظة على الوحدة الوطنية أمام محاولات ضرب استقرار البلد وأشاروا أيضا إلى الأهمية بالنسبة لجميع الأطراف اللبنانية للامتناع عن أي انخراط في الأزمة السورية طبقا لإعلان بعبدة نعت الزميلة النهار الزميل محمد صفا الذي سقط في انفجار الرويس أمس وصفا يعمل في قسم المحاسبة في النهار من موليد عام 79 متزوج وله طفلتان وبحسب أصدقائه في النهار فإنه كان في سيارته لحظة الانفجار نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله نفى مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية ضلوع إسرائيل بانفجار الرويس لأن السيارة المفخخة هي سلاح يميز منظمة إرهابية وقال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت إنه كان واضحا أن الانتقام من حزب الله سيأتي على ضوء ضلوعه في القتال في سوريا وتعليقا على اتهام رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لإسرائيل وتحميلها مسؤولية الانفجار قال أقوال الرئيس اللبناني بدت كأنه يقرأ من ورقة رسائل حزب الله وفيما المسدس ملتصق برأسه وواضح أنه هو بنفسه لا يصدق الأقوال البلهاء التي خرجت من فمه على حد تعبيره دعا الإخوان المسلمون في مصر إلى التجمع في القاهرة اليوم الجمعة في أوم غضب بعد فض الاعتصام في ساحتي رابع العدوية والنهضة وأعلن المتحدث باسم الإخوان المسلمين جهاد الحداد على موقع تويتر مساء أمس أن المظاهرات ضد الانقلاب اليوم ستنطلق من جميع المساجد في القاهرة وتتجه إلى ساحة رمسيس بعد الصلاة وتثير هذه الدعوة مخاوفة من وقوع أعمال عنف جديدة بعدما بلغت حصيلة عملية فض اعتصامين لأنصار مرسي حوالي ستمائة قتيل انتقدت الرئاسة المصرية اليوم إدانة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لأعمال العنف في مصر وأعربت الرئاسة عن خشيتها من أن تؤدي التصريحات الأمريكية التي لا تستند إلى حقائق الأشياء إلى تقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للاستقرار والتحول الديمقراطي بهذا نأتي إلى ختم الموجس فاصل إعلاني نعود بعده إلى الحدث والزميلة سمر أبو خليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة